الشطح هو إيه؟ الشطح هو عندما يكاشف الإنسان بأنوار وأسرار وتلوح له أمور قد تذهب بعقله لحظة يعني لحظات أو أوقات معينة وقد تذهب به إلى الأبد فهذا يحدث فاللي في حالة الطمسة هذا ممكن يشطح اللي يلوح له حاجة ينبسط ممكن يشطح يخرج عن حدودي الشرع فهذا باتفاق العلماء معذور لو بيمثل خلاص حاجة تانية لكن هو معذور معذور لحد فين؟ أنه لم يكن في حال العقل هو أخذ يعني يرفع عنه حساب الذنب بالنسبة للمحيطين أو بالنسبة للعلماء أنه أخطأ أو كذا إنه ما كانش فوعي مسألة قضاء القضاء هو اللي يحكم فيه قضاء العلماء ذا كان فعلا مأخوذ مأخوذ عن نفسه ولا لا ابن الفارض رضي الله عنه ابنه بيروي يغشى عليه يغمى عليه بالعشرة أيام ثم يفيق من هذه الإغماءة ويقول هذا الشعر مأخوذ؟ طيب فيه ناس وضعت الأمر في إطار أنه لا العلم فسر ده وقاله مديره بما تكون وسوس قهري أمراض نفسية تستدي علاج أشياء من هذا القبيل وأن عدد ذلك هو خرافات لأن العلم الحديث أو الفلسفات أو الغرب اللي بيلخص حضارة الغرب بفكر الفيلسوف ديكارت ديكارت قال إيه؟ كل ما يمكن إدراكه بالعقل المجرد اللي مناطه عالم الحس وكل ما يمكن حسه ولمسه بحس يدخل المعمل تجربة واختبار يبقى دا علم أما ما يفوق ذلك فهو خرافة هو قال في الأول علامة استفهام حط عليه شك هذا الشك تحول مع الزمن وانحطاط الزمان إلى خرافة فأنكر ما فوق الحس فحكموا بجهلهم على علم الآخرين فبيفسر أي شيء على أنه خرافة يفسر أي شيء بحاجة حسية لا دا وسواس قهري لا دا مرض نفسي لا دا خبل عقلي خلاص ما هو على أدو لأنه لا يستطيع أن يتجاوز عالم الحس فحكم بجهل على علم الآخرين ترجمة نانسي قنقر